تترقب الأنظر في الأيام القليلة القادمة ما سيعلن عنه الناخب الوطني للمنتخب الوطني الأولمبي بيوروندري شورمان حول القائمة النهائية والمعنية بأولمبياد ريودي جانيرو الصيف الجري معظم المعطيات الأساسية حول هذا الموضوع كشف عنها رئيس الاتحادية الجزائرية محمد روراوة في حديثه الأخير للصحافة حيث أكد الرجل الأول في الفاف عدم مشاركة ياسين إبراهيم ورياض محرز مع الأولمبيين في الأولمبياد لكنه فتح الباب أمام أسماء جديدة قد تكون الإضافة المناسبة لأشبال السويسري في البرازيل الاتحادية الجزائرية بدورها في اتصالات مكثفة مع كل من ياسين بنزية وأدم الوناس وسفيان هني من أجل الانضمام إلى الخضر وتتعيم كتبة المحاربين ما يحتاجه الأولمبيون هو التحذير الجيد للحدث العالمي المرتقب في البرازيل وفي خضم التحذيرات قال رئيس الاتحادية بأن المحليين على موعد مع مباراة ودية ضد المنتخب الفلسطيني الشقيق في السابع عشر من فيفريل القادم كما أضاف روراوة بأن الأولمبيين قد يواجهون نظراءهم من البرتغال في إطار التحذيرات المستمرة تحسبا للأولمبياد وقد يشاركون كذلك في ودية تحذيرية بدولة قطر وسط كل هذه التصريحات والمعلومات يتحرك الناخب الوطني بييروندري شورمان بخطا ثابتة وبعيدا عن أعين وزخم الإعلام من أجل التوفيق في ضبط معالم كتيبته المقبلة على الأولمبياد يترصد شورمان آخر الأخبار والمستجدات أسماء قد تضاف إلى المحليين قريبا وأخرى قد تغيب عنهم رسميا وبين كل هذا وذاك يبقى حلم اللعب في بلاد البرازيل أمنية تراود الجميع على حد سواء